بسم الله الرحمن الرحيم بناخذ اليوم درس التغير الجزء الثاني للرياضيات الثلاثة ريض 261 المستوى الثاني العلوم التجارية اني ناخذ هدف اليوم وميز مسائل التغير المشترك والتغير المركب وأحلها ايو تشوف التغير المشترك يقول لي تتغير y تغيرا مشتركا مع z وx او x وz اذا وجد عدد k لا يساوي 0 بحيث ان y تساوي k اللي هو العدد الثابت في x في z اني نكتبه بصورة التناسب فبيبقل y1 على x1 في z1 يساوي y2 على x2 z2 اني نشوف تمرين على هاي النوع من التغير اذا كانت r تتغير تغيرا مشتركا مع t وv وكانت r تساوي 70 عندما v تساوي 10 و t تساوي 4 فأوجد قيمة r عندما v تساوي 2 و t تساوي 8 مدام قال لي تغير تغيرا مشتركا انا بروح اكتب القانون ما للتغير المشترك r1 على t1 v1 يساوي r2 على t2 v2 اني نعوض فبيقول المعطيات اللي عطاني اياها r تساوي 70 فبيعتبرها هي r1 70 على t1 اللي هي 4 و v1 10 تعويض مباشر فأوجد قيمة r2 اللي هي مطلوبة عندما t2 تساوي 8 و v2 تساوي 2 الحين بايي اضرب 4 في 10 اللي في المقام يعطيني 40 8 في 2 يعطيني 16 الحين بايي اساوي الطرفين في وسطين يعني باضرب 40 في r2 و 16 في 70 فيطلع عندي 40 r2 يساوي 1120 r2 تساوي 28 ليش لانا انا قسامت على 40 وبذي الشكل خلصت من التمرين اللي عندي على التغير المشترك اني نشوف النوع الثاني من التغير اللي هو التغير المركض اذا كان y تتغير طرديا مع x وان y تتغير عكسيا مع z اذا وجد عدد k لا يساوي 0 فبيبقول معناته y z على x يساوي k اشلون بايي اتشوف هني عندي من الدرس السابق لما y تتغير طرديا مع x معناته قسمة فبقسم y على x وتتغير عكسيا مع z معناته ضرب لذلك انا كتبت y ضرب z اني نكمل نشوف بشكل التناسب فبيصير عندي y1 z1 على x1 يساوي y2 z2 على x2 الان بناخذ معاكم اللي هو تمرين على التغير المركض اذا كانت b تتغير طرديا مع r وعكسيا مع t فاوجد قيمة t عندما r تساوي 10 و b تساوي صالف 5 المم بان t تساوي 20 و r تساوي 2 و b تساوي 4 اني نحط القانون للتغير المركب فبا يقول b تتغير طرديا مع r معناته قسمة وعكسيا مع t فنحطها t مع b ضرب بعد ما كتبنا القانون اني نشوف قال لي علما بانه يعني هنا في معطيات المعطيات اللي عطاني اياها ال b ب4 وال t ب20 وال r ب2 يساوي فاوجد قيمة t معناتها t2 هذه بتكون مجهولة وال r عطاني اياها 10 وال b سالب 5 الحين با يضربهم 4 في 20 80 اللي هو في الباص سالب 5 في t باكتب سالب 5 t2 على 10 الحين با يساوي نفس قبل طرفين في وسطين بذي الشكل با ضرب 2 في سالب 5 t2 10 في 8 اني نشوف شنو بيطلع لي بيطلع لي 2 في سالب 5 سالب 10 t2 يساوي 10 في 80 800 فيطلع عندي t2 تساوي سالب 80 ليش؟ لان 800 قسمة سالب 10 وبذي الشكل انا انتهيت من التمرين على التغير المركب اني نشوف التمرين اللي بعده حدد ما إذا كانت كل معادلة مما يأتي تمثل تغيرا طرديا أو عكسيا أو مشتركا أو مركبا وأوجد ثابت التغير اللي هو التناسب في كل منها طبعا أنا خذيت في الدرس السابق التغير الطردي والتغير العكسي فبايو أشوف شون أحدد بين الدرس السابق ودرس اليوم المعادلات اللي عندي وكل واحد أحدد أي نوع من التغير اني نشوف أول تمرين لما عندي X على Y يساوي 2.75 انا عارف لما يكون عندي قسمة فمعناته تغير طردي وثابت التغير هو العدل اللي عندي يا 2.75 اني نشوف لما يكون عندي ضرب انا عارف من قبل لما يكون عندي ضرب فهو تغير عكسي والثابت اللي عندي وهو سالب 2 ناخذ تمرين ثاني